سوء الجمع متفق عليه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه رب صلى الله عليه وسلم بريد بالمدينة في بالمدينة دهرو صلى الله عليه وسلم داخل في حر مدينة دهرو وفي سر فى من هذه المدينة خيرا ضد الهولف؛ من 5乙 قسم م Leadership من هلعني مذهل RTX ال�ulen حتما فهذا كان مدينة في المدينة. فهذا كان مدينة مدينة وقامت بل حلافة وقامت بل حلافة هذا يعني أنه بدأ قصر هناك جمع و قصر دو مختلفة الجمع والقصر ما هي المختلفة؟ جمعي يقولون أنك تتخلق ذهر العصر معا والمقرم العشان معا قصر يعني أنك تتخلق مجراء، يكون تتخلق دور، أكثر من 4، أيضا عصر، أكثر من 4، أيضا عصر، أكثر من 4، أيضا أكثر من 4، أيضا قصر، أيضا معاولة أنك تتخلق إذا أنت تتخلق ونظر أنك تتخلق قصر. لا. ولكن إذا كان لديك قصر فإنه يمكنك لديك قصر جمع. نرى في التالي إن شاء الله. سيحو الترمذي عن معاد بن جبالين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قضوة التبوك دعون إلى قضوة التبوك سيحو الترمز من إلك إذا خلق عدام، قبل المشاكل، سيحو الترمز إنه بدأت في الدواءُ لفع شراءت ، لا تتوقف إِلَىٰ أَنْ يَجْمَعْهَا الْعَسْرِ Util he combines with beg with Asr ويُسَلِّيهِمَا كامول جَميعًا He brass both together وَإِذَرْ تَحَلَ بَعْدَ زَيْقِ شَمْزٍ If he wants to start his journey after the Zawal عَجَّ الْعَسْرِ He brings Asr forward إلى الظُهر He brassed Zuhra and Asr together ثم سار and then he started his journey. إذا ارتحل قبل المغرب if he started his journey before the Maghrib أخر المغرب he delays the Maghrib حتى يسليها مع العشاء so he can pray with the عشاء إذا ارتحل بعد المغرب if he starts his journey after the Maghrib عجل العشاء so before he moved صلى العشاء مع المغرب مغرب العشاء together before he started his journey and here إذا جاز القصر if the قصر is shorter than the Salah it's permissible جاز الجمع إذا combined is permissible for you ولا عكسر which means if الجمع is permissible for you you can't do قصر always القصر خاص للجمع shorter Salah is only specific for the traveling ويمكن للجمع بغير سفر but you can combine Salah without traveling evidence سعي أبي داود عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر where he was when he combined رسول صلى الله عليه وسلم والمغرب والعشاء بالمدينة while رسول الله صلى الله عليه وسلم was in madina he combined ذهر العصر together and he combined مغرب العشاء together what is the reason من غير خوف there is no danger ولا مدر there were no rain we are in peace no rain no difficulties whether it's nice and Prophet صلى الله عليه وسلم combined يوران عصر and he combined مغرب العشاء فقيل ابن عباس ما أراد ذلك what was the intention of the Prophet صلى الله عليه وسلم to do that قال his intention was الله يحرج أمته not to put his أمه in difficult نحن ألم إنه أعطي ذهب بشأن ذهب إنه اشتركوا في القناة